اعدل كلامك اعدل كلامك اعدل كلامك بقى بالزبط اعدل كلامك احنا مفروض اول حاجة علشان عارف اعدل كلام لازم يتقبل كل الناس لازم يتقبل طبعا الكلام ده سلاح زوح الدين زوح الدين طبعا وطبعا معروف كده انه قد ايه اللسان ده يعني هو اكبر حاجة بمعبر عن صاحبه حقيقا ولسانك حصانك كده زي ما بيقولوا بالبلدي وهل يكب الناس على وجوهم إلا حصادة ألسنتهم صحيح برضو طبعا لازم الناس تاخد بالها كس قوي من كلامها لان احنا بكلمة واحدة ممكن نبني حقيقا وكلمة واحدة ممكن نكسر وللأسف اللي بتكسر ما بيتصلحش ما بيتصلحش فكلمني شوية عنها دل كلامك لان انت يعني يمشاور حقيقة على نقط شبهنا قوي وكلنا بنمر بيها حقيقا بص ياهو الكلمة فعلا فيه كسة كده بسيطة جدا ان المصمر اللي هزم المملكة ان الفارس اللي كان راكب على الخيل علشان يواخد رسالة يروح يوديها للمملكة يحذرهم من التطار اللي جاي فمصمر وقع من حدوة الحصان فوقعت الحصان فالفارس وقع فالرسالة ضاعت فمرحتش فالتطار جاي وهزم المملكة فكأن المصمر هو اللي هزم المملكة المصمر ده هو الكلمة والمملكة دي هي الان طبعا لا بس انا بقول طفلة ليه لان ممكن تهدده تهدده حتى هو كبير حتى لو هو نسيها بس هي دخلت جواه اريدي فتحت له الملف ده رأي حتى لو حد بقى شخص كبير انا ممكن اقول لحدة مثلا يعانا مثلا دايما اركلم مع احد وهو بيحاول امسلا .. كلام اول حاجة فيه ان انا لازم اتقبل الشخص الاخر اتقبل فكرته لان احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي احنا عندنا مشكلة ان احنا شايفين ان احنا اينا صح دايما مش كل الناس بتتقبل النقد كمان على فكرة حتى على المستوى العملي مش بس بكلمك بقى على المستوى الأسري لو تتكلم زوج أو زوجة أو بنت أو أم أو ولد أو أب يعني الشكل الاجتماعي على فكرة أحيانا على المستوى العملي أنه مش كل الناس تتقبل النقد وكل واحد شايف أنه هو صح ولما تيجي تقدم نصيحة لحد أو لما تيجي تطلب حاجة من حد لمصلحة العمل بيتعالى عليها ويشوفها أحيانا ما يستقبلهاش وكأنه هو يعني يعني معادي كل الخبرات وده مش حقيقي طبعا عارف الحتة دي بتتكلم فيها بقول إيه بقول إحدى الأفكارك من ناحيتها إزاي اسمع الفكرة حتى لو أنت شايف أنها عادية أو حتى غلط وارد يكون فيه كلمة جوه النصيحة كلمة واحدة جوه النصيحة صح تتديك نصيحة بالزبط يعني أنا ممكن أبقى بسمع من حد حاجة أنا متأكد أنها غلط متأكد مليون المئة مثلا عندي خبرة عنه عشر سنين فيجي يقولي نصيحة فلو أنت وقفت عن الكلام أولا أطعت العلاقة وبوضت العلاقة ما بينكم ده رقم واحد رقم اتنين كان وارد يقولك كلمة من ضمن الكلام اللي كان ناوي يقوله تديك نصيحة اسمع اسمع جرب بالزبط ربنا خلالينا واثنين وبقوا واحد صحيح عشان نسمع أكتر من نتكلم بالخبرة الواحد بيتعلم بالزبط بالخبرة الواحد بيفهم بالخبرة الواحد بيدي نفسه فرصة أكبر أنه يسمع أكتر ما يتكلم بالزبط ورشيتة سريعة أخيرة لكل مشاهدين يحكي أنه في التعديل الذات في تحسين الذات في أن إحنا نكون دايما في الصورة الأحسن لنا يعني أول حاجة محتاجة أقولك اعدل فكرتك أن نخلي كل توقعاتك إجابية تجاه كل حاجة في الدنيا خلي توقعاتك إجابية ده رقم واحد رقم اثنين لازم تصدق التوقع الإيجابي أنا لو صدقت التوقع الإيجابي اللي هيحصل لي سواء في شغلي أو في حياتي أو في صحتي حتى فيه ناس بتتعالج من الأمراض بالإيحاء لو صدق أن الدواء ده هيشفيه فأنت لو صدقت أنك أنت فعلا هتوصل لمكانك وقيسة في حياتك وفكرت أنك أنت هتقدر تعمل ده قريدي تصرفاتك هتوتيك لده رقم اثنين محتاجة أقولك أنك تحاول تعدل فعلا صحابك وتفلطرهم خد الصحاب كده جمعهم كلهم في دماغك اكتبهم في وراء وقلم شوف الصاحب ده بيعمل معك إيه شوف مواقفه معاك وما تدهمش وقت كبير قوي في حياتك لأن هي الصحابية مش بالقعاد على فكرة أنا مشارطة عشان أكون صاحب صاحبك أو أنت صاحبي فإحنا طول الوقت عادي مع بعض إحنا كده بنهد بعض مش بنحب بعض بنضيع وقت بعض بنضيع وقت